توبه ترتكز جولة المشاورات على النقاط الخمسة النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيل في ديسمبر 2015 لليوم التالي تتواصل أعمال جلسات المشاورات بين وفدي الشرعية والانقلابيين في الكويت انطلاقا من النقاط الخمس القائمة على تسليم السلاح وجدولة الانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة وتبادل المعتقلين ومتابعة الحوار إلا أن خلافات وتباينات في مواقف الوفدين ظهرت جليا صباح اليوم حول آلية تطبيق النقاط الخمس حيث يصر الجانب الحكومي على الاتزام بتنفيذ النقاط الخمس مشددا على انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح قبل البدء بالعملية السياسية بينما سعى الوفد الانقلابي على تمرير مطالبه بوقف اطلاق النار من طرف واحد وإيقاف الطلعات الجوية لمقاتلات التحالف دون أن تتوقف أعمال ميليشياته في البلاد وبين هذا وذاك يأتي تأكيد المضعوث الأممي حول رؤية الأمم المتحدة لآلية تنفيذ النقاط الخمس ورؤية نافي الأمم المتحدة أن هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ بل نرى أنه سيتم النقاش بها بشكل متوازي تعز كانت الجبهة الأنكى والملف الأبرز والأشد وجعا لدى فريقي المشاورات ففي حين حرص الوفد الحكومي على البدء بأسس بناء الثقة المتفق عليها في مشاورات بيال السويسرية وفك الحصار عن طرقات تعز ووقف القصف على الأحياء السكنية في أعلى سلم أولويات العمل لبناء الثقة بين الأطراف سعى الوفد الانقلابي إلى فرض وقف أحادي لطلعات التحالف دون أن تتوقف عملياتهم العسكرية وتحديدا تعز التي انفضت جلسة مشاورات اليوم على إثر خلاف كانت تعز هي أبرز أسبابه حيث اعترض رئيس وفد الميليشيا على مسألة فك حصار تعز وإيقاف القصف عليها معلنا إياها صراحة إلا تعز ليستدرك بعد ذلك أن حصار تعز من النقاط الصغيرة التي لا يجب التوقف عندها فيما بدى الشارع التعزي يحمل الكثير من التساؤلات عن طبيعة المشاورات التي لم توقف أصوات المدافع ولم توقف زناد القناص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر